اشتركوا في القناة موجة الحر لازم تلقائيا بعدها بيومين ثلاثة يتأثر السوق يكون في قلة في العرض في اسعار مناسبة واسعار مرتفعة ولكن انتو تركتون عشرين يوم اليوم اجت الاسعار كلها مرتفعة مع قرب عيد الاضحة اقبال ضعيف على غير عادته في سوق الخضار المركزي في البيري فموجة الحر الاخيرة سببت تلفا في المحاصل الزراعية وما رافقها من احتكار لدى المزارعين الفلسطينيين نتيجة الانفلات في التصدير الى السوق الاسرائيلي اثر ما يعرف بعام التبوير او سنة راحة الارض فحسب التعاليم الدينية لديهم يمنع في هذا العام الزراعة او القطاف هاي المسؤولية الاساسية بحملها لوزارة الزراعة بس لوزارة الزراعة هي اللي لازم تتحكم بهاي الامور بالاسعار بالانتاج ما يطلعش الانتاج كله اللي بطلع عماله بطلع 80-90% من انتاج الفلسطيني الى اسرائيل ليش يطلع الى اسرائيل؟ لما فيش اكتباء ذاتي عندنا بالضفة الغربية ليش يطلع كله الى اسرائيل؟ يختصر المتجولون هنا احتياجاتهم فمن كان يشتري الثلاثة او الاربع كيلو من البندورة دفعة واحدة وبعشرة شواكل لا يجرؤ اليوم على دفع ثلاثين شكلا اضافية وبدلا من ان تكون الاعياد موسما لتخفيض الاسعار الا انها هنا تشكل موسما للضغط على الجيوب وزيادة الاعباء المالية على اسرنا لا تعوزها الاعباء من مدينة رامالله دعاء اسيوري تلفزيون وطن